هاجمت ابنة الزعيم الإيراني علي أكبر هاشيم رفسنجاني النظام الإيراني بشراسة مؤكدة أنه فشل فشلاً ذريعاً ودمر صورة الإسلام السمحة على حد قولها وقالت رفسنجاني في مقابلة على إحدى القنوات على الإنترنت أنها ليست ضد الحكومات الدينية إلا أن ما يقوم به النظام الإيراني الحالي مرفوض من ناحية السياسات التقريبية ودعم الإرهاب كما انتقدت تركيز السلطات في يد المرشد معتبرة أنه يساهم في إرساء نظام ديكتاتوري وانتقدت الحرس الثوري الإيراني الذي عرقل إصلاحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بحسب تعبيرها مضيفة أن الصراعات بين الأجنحة السياسية في إيران يدفع تكلفتها المواطن البسيط